ليه نبدأ؟ زيكوا يا شباب عاملين ايه؟ احنا كده وصلنا لبعد الفونكشنز وفيما بعد الفونكشنز احنا كده نعتبر خلصنا سلسلة السي بلاس 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 احنا لو جينا هنا هنيجي على بلاي لست طبعا هنيجي على السي بلاس بلاس لغاية السي بلاس بلاس فونكشن احنا خلصنا هتقول لي الفيديو ده لسه منزلش هقولك اه انا عامله سكاجول يعني مفروض لما تشوف الفيديو ده هيكون نازل ده اخر فيديو انا اتفقت معاكو لو فاكرين في كورس السي بلاس 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 في الاول خالص اتفقت معاكو على اخر حاجة خالص هتبقى السي بلاس بلاس فونكشنز بالزبط طبعا انت خلصت الكورس الفيديو ده عشان بس تعرف تضرب منين طيب انا اهم حاجة اقولها لك مش هديك موقع وقولك تضرب منه زي ما معظم الناس بتعمل انا هعلمك تدور ازاي على مكان تضرب منه لان انت على طول هتحتاج تضرب مش بس على سي بلاس بلاس فمثلا في موقع زي هاكر رانك في موقع زي هاكر ايرث في مواقع تانية لها علاقة بالكومباتاتف بروغرامنج يعني لو كتبت كومباتاتف بروغرامنج ويب سايتس هتلاقي مواقع زي كده وممكن كمان تكتب مثلا سي بلاس 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 براكتس بروبلمز او سي بلاس بلاس براكتس فور بيجينرز هتلاقي على كود اكاديمي هتلاقي فيه حتة كتير قوي يعني انت تقدر تتضرب منها طيب انا ايه نصيحتي لك اتضرب من اي حتة مش فرقة في مثلا الفكم يعني مش فرقة خاصة انت هتتضرب منين لكن اهم حاجة ان انت متشتتش نفسك انت بتتضرب يعني انت مثلا هتختار W3 resource مثلا تمام طيب ايه الهدف انت بعد ما تتضرب المفروض توصل لا ايه يعني ايه اللي مفروض تقدر تكون وصلتله المفروض تقدر تكون وصلت للتارجت بتاعنا اللي احنا قلناها يخليك تحل programming problems بعدين طيب ايه الproblems اللي انت مفروض تحلها او ايه اصعب حاجات احنا اخدناها لغاية دلوقتي اكيد strings, condition, loops functions هي دي اخر حاجات لان هي معتمدة عالفات كله كلها بتستعمل فيها input و output وكلها بتستعمل فيها processors و operators و data types طيب ما تنساش برضو النوتس اللي انا قلتها ان بعد كده انت مفروض تتعلم object oriented programming وده هيبقى C++ هغير طبعا ممكن اغير اسم بلاي لست دي خليها C++ for beginners والكورس التاني يبقى حاجة تانية طيب انا عايزك وانت بتحل problems يعني هو مثلا اعمل application بيعمل كذا فيه مثلا ده W3 resource او ده شوف عدد مية طيب هل انت محتاج تحلم مية كلهم؟ لا طيب انت حسيت ان انت تمام اوكي بس وقف طيب ايه next step انت تعلمت لغاية functions دي step حلو قوي next step ان انت تتعلم OOP بعد كده ممكن انت تعلم design patterns وكذا فانت بتتعلم حاجة حاجة طيب بالان انت تعلمت لغاية ممكن تعمل بايه ممكن تخش على combattator programming عندي على التشانل على طول كل هتعمله ان انت هتيجي algorithm والجوريثمس وحاجات تتعلمها اه ده الفيديو بتاعي ممكن تخش playlists انصحك بما انك شفت ده بالسي بلوس بلوس انا كده كده ببرمك بالسي بلوس بلوس فكل اللي هتعمله هتخش على مثل number theory او introduction to math الاول بكده مثل number theory بعد كده ممكن تتعلم بعد كده ممكن يكيرجان وباكتراكين graphs bit searching كل ده algorithms او خارثميات انت هتحتاجها وهتفيدك جدا طيب الالجوريثمس او الخارثميات دي هل انا يعني انا بعد ما اخلص كل بلايلست منفاصل هحطها لك في بلايلست كاملة اسمها algorithms بحيث ان انت تقدر تشوفها كلها دي كده تعتبر basics computer science لو انت اصلا عارف OBE ممكن تتعلم data base ممكن تتعلم بقى تخش في الweb design ممكن تخش في data science whatever you like الحاجة اللي تحبها انا حبيت كده عمل فيديو خفيف اعرفك تحل منين عشان تخلص بلايلست دي وتبدأ حل على طول طيب مجرد ما خلصتها ابدأ حل خد وقتك ما تتسرعش وفي نفس الوقت مش لازم تحل ألف حاجة لا هو انت حليت ولاقيت نفسك خلاص بقيت متمكن من concept وفهمه هتلاقي الموضوع ده زي واعتقد الفيديوهات يعني اللي شاف الفيديوهات كانت animated وسهلة جدا واعتقد ان هي قدت واضحة للكل واخيرا اعجبك الفيديو ما تنساش share, like, subscribe وشكرا لدعمك وتشجيعك وبتسم استمتع في فيديوهات سلام